اشتركوا في القناة والخاص في التناسف الحصة والذي ستتناول فيه الرأسمان وسع الفائلة لكن قبل ذلك سنقوم بتلثير للدرسين الماضيين معامل التناسف والنسبة المئوية وسألتز هنا على معامل التناسف إذن رأينا جدول أعداد متناسبة وتعرفنا على طريقة التعرف على جدول أعداد متناسبة إذن سأعطيكم بيتان لجدول أعداد متناسبة نعم إذن لاحظوا معي هنين الجدولين سنتأكد أو سنتعرف على جدول أعداد متناسبة لاحظوا معي الجدول أول إذن نتعرف على أن الجدول جدول أعداد متناسبة أو ليس بجدول أعداد متناسبة نقوم بقسمة كل عدد في السطر الثاني على العدد مقابل له في السطر الأول يعني إثنى عشر نقسمه على ستة إثنى عشر مقسم على ستة تساوي إثنان يعني شلو المقسم على عشرة نعم تساوي كذلك إثنان إذن نلاحظ أن إذا اقتصمنا عدد في السطر الثاني على المقابلة في السطر الأول نحصل على نفس الخارج إذن نستنتج نستنتج أن هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة متناسبة كذلك يمكن استخدام الجدائن المتساويين من قلال استخدام الجدائن المتساويين كيف ذلك يعني أن سنقوم بذيسا عشرة في إثنى عشر عشرة في إثنى عشر نحض معي عشرة مضروف في إثنى عشر تساوي كم نعم تساوي نعم و وعشر ثم ستة في عشر كذلك ستة في عشر تساوي نعم مئة و عشر إذن واحدوا معي هناك نفس الأجلة مئة و عشر مئة و و عشر إذن التأكل من يعني من النفس الوجب والأعداد المتناسبة إذن هناك طريقة لإحساب معامل التناسب لأن إثنى هنا هو معامل التناسب يعني الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضيب في إثنى والعكس هنا نقسم على إثنى إذن وإثنى قل نسميه ماذا معامل التناسب التناسب معامل التناسب التناسب نعم لاحظوا معي هذا الجدول تماما نقصر على قرق جدا أو خارجين خارجين مختلفين إثنان لا يسوي خمسة نستنتج أن الجدول ليس بجدول أعداد متناسبة إذن ليس بجدول أعداد متناسبة ليس بجدول أعداد متناسبة إذن يمكن التأقلي بذلك الاستخدام الجدائي المتساويين لاحظوا معي ثلاثة في ثمانية لاحظوا معي ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة و و إشرون ولكن أربعة في خمسة عشر أربعة في خمسة عشر تساوي سيتون إذن جدا يبني مختلفين وبالتالي الجدول ليس الجدول أعداد متناسبة متناسبة إذن سنتعرف الآن على كيف يتكساب الرابع المتناسب هناك طريقتين الطريقة الأولى هي استخدام معارض التناسب إذن استخدام معارض التناسب التناسب إذن لاحظوا هذا البتال للتعرف على معارض التناسب نقسم العدد في الصدر عدد الصدر الثاني على العدد المقابل له في الصدر الأول إذن نقسم ستة مقسم على اثنان إذن نقسم ستة مقسم على اثنان تساوي ثلاثة إذن ثلاثة هو معارض التناسب إذن نريد القرار من أعداد الصدر الأول إلى أعداد الصدر الثاني نضرب في ثلاثة والعكس نقسم على ثلاثة إذن للحصول على قيمة العدد ا هنا إذن ا تساوي ماذا نضرب في خمسة ثلاثة إذن خمسة في ثلاثة إذن آ تساوي خمسة في ثلاثة تساوي خمسة خمسة عشر إذن آ تساوي خمسة خمسة عشر إذن هذه هي الطريقة القلوب الطريقة التالية ذو المتساوي المتساوي ي استخدم الجدائي المتساويين إذن طريقة الثانية استخدم الجدائي المتساويين أو العلاقة التلاثية إذن خمسة في ستة يعني هذا الجدار يجب أن يساوي إثنان في أ إذن للحصول على قيمة أ إذن أ تساوي خمسة في ستة خمسة في ستة مقسم على إثنان مقسم على إثنان إذن خمسة في ستة مقسم على إثنان تساوي أ إذن أ تساوي خمسة في ستة تساوي ثلاثين مقسم على إثنان تساوي نعم خمسة عشر وهذه الأجاب التي حصلت عليها باستخدام معامل التلاثم مقسم على إثنان تساوي خمسة في ستة مقسم على إثنان تساوي خمسة في ستة